هذا الإنجاز الكبير الذي تحتفي به الأمة الإسلامية والإجماع من علماء الأمة يقودني إلى سؤال ما قبل الوثيقة هل كان هناك فراغ اليوم أتت الوثيقة لتسد هذا الفراغ وتكمل النقص نعم في العقود الماضية القريبة وجد فراغ واضح استطاع التطرف والتطرف الإرهابي التمدد من خلال هذا الفراغ هذه حقيقة لابد أن نقولها وأقصد بالفراغ فراغ قوة التأثير التي لا بد أن تكون في الخطاب الإسلامي وقوة التأثير تكون بالإجماع الإسلامي لأن المستهدف هو أبناء الأمة الإسلامية جمعة لاحظ الدول الإسلامية تعتمدها معنى هذا أنها وجدت فيها الحلقة المفقودة والبعد الغائد وبالتالي رأت فيها الأمل المنشود لن يستطيع تشدد وتطرف أن يواجهها هذه الوثيقة لأن هذا يعني مواجهة علماء الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبهم وطوائفهم طبعاً أما تطرف الإرهابي فإنه لا يعير أي اهتمام لأي أحد لا علماء ولا غيره سوى جماعته الإرهابية